وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصرية أكد أمين عام حزب الجيل الديمقراطي بالدقالية حسن هجرس على ضرورة الاهتمام بالمحليات وشدد هجرس على ضرورة وضع معايير واضحة لإجراء انتخابات المجالس المحلية قضية المحليات قضية اللي بينتظرها الشارع المصري بفرغ الصبر وكل السياسيين والكهدات السياسية على المشتوى الشعبي والمحلي تشغل رأي العام لما تلمشه من قطاع كبير والمحليات هم الاحتكاك المباشر مع جمهور يعني كيادات المحلية هي أكبر ناس بتحتك مع الجمهور احتكاك مباشر فالقضية دي متوقفة من فترة كبيرة منذ فترة كبيرة المحليات متوقفة ولم يتم العمل بها ولا عمل انتخابات محلية والنهاردة ان شاء الله في المحور السياسي كلنا منتظرين مخرجات الحوار الوطني بما يدعم ويعزز كيام انتخابات المحليات واستمرارها وإجراءها لاستكمال الشكل الثالث في الدستور وهو الإجراء انتخابات المحلية